السلام عليكم ورحمة الله نبدأ مع بعض المحاضرة التانية من برنامج التعليمي الاوتوكاد 2020. الحقيقة انا خلال الفيديو اللي فات. بشكر كل اللي علقوا على الفيديو وكل اللي عملوا سبسكرايب وكل اللي هيتابعونا ان شاء الله. بس الحقيقة كان فيه كذا كومنت انا احب احب اسجلهم. ان شاء الله الرابط بتاع الاوتوكاد 2020 كسورس وكاكتيفيشن كرايك هينزلهم في الكومنتات في الفيديو ده. هتلاقوهم تحت في الكومنت. ولو في حد عنده اي مشكلة في التسطيب بتاع البرنامج يقولي وانا هراجعه ومفيش مشكلة خالص على صفحيتي على الفيسبوك او كومنتات على اليوتيوب. الحقيقة البرنامج بتاعنا كان بيستهدف فئة كبيرة من اللي عايزين يستخدموا الاوتوكاد سواء مهندسين او فنيين. يعني البرنامج مش مقتصر على المهندسين بس بالعكس الفنيين ممكن يخشوا. معانا فنيين كتير في الشور اللي عندنا حبوا يعملوا يخشوا على البرنامج ويبدأوا يرسموا وكان فيه فعلا منهم ناس بدأت تخش وبدأوا يعملوا شغل كويس على الاوتوكاد. احنا هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. هنشتغل كله هيقدر يشتغل معانا سواء مهندسين او فنيين على حسب مستوى الناس اللي موجود. وممكن يبدأوا او يشتغلوا كلهم مفيش مشكلة خالص. احنا وقفنا نبدأ المرة دي. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند اول حاجة ان احنا نشتغل على امر لاين. وقلنا ان امر لاين ممكن نجيبه من الطول بار من فوق وممكن نكتبه اللي هو حرف ال. ونبتكة انتر او مسترة. زي كده. يبدأ عندنا يقول لنا line specify first point. وقلنا ان مربع الحوار اللي تحت. كماند لاين. ده مهم جدا عندنا في اتحادس مع البرنامج. عشان هو اللي بيعرفنا الامر طالب مننا ايه دلوقتي. الحقيقة زي اي رسم بياني احنا اخدناها سواء في كلية او في مدرسة. صفحة الاوتوكاد نفسها بتتكون من محورين محور اكس. من الشمال اليمين. ومحور واي من تحت لفوق. يعني النقطة دي احداثياتها صفر وصفر. كل ما اتجه كده محور الاتجاه الاكس يزيد. كل ما اتجه كده محور الاحداثيات الواي تزيد. يعني لو انا قلت له صفر. لو قل لي فانا هقول له صفر كومة صفر. هنلاقيه بدأ الامر بتاع لاين. ومسك عند الاوريجين. مسك عند الاوريجين. الاوريجين اللي هي نقطة الصفر والصفر. اللي هي صفر محور اكس. وصفر محور واي. وممكن اكبر الشاشة او اصغرها عن طريق بتاع الماوس او البكرة اللي في الماوس. مجرد ان انا ابص على محور على المربع الحوار بتاعي اللي هو الكماند لاين. هلاقيه بيقول لي لاين سباسيفاي نيكست بوين. يعني حدد لي النقطة التانية. حدد لي نقطة الخط التانية. فانا هقول له مية كومة متين. يبقى انا كده معناه ان انا عملت خط من احداسيات صفر وصفر لاحداسيات كم? مية ومتين. يبقى النقطة دي كم? احداسياتها مية ومتين. دي احداسياتها صفر وصفر. يبقى انا كده عملت الخط اللي انا عايز اشتغل عليه. دي اول طريقة. دي اول طريقة. الطريقة التانية اللي غسم خط ان انا بكتب الامر بتاع تاني. او مسترى زي ما قلنا. وهنكتب له. اما يقول لي لين سباسيفاي فرست بوينت. فانا هقول له ابدأ من النقطة. اي نقطة على الشاشة. انا بقول له كليك شمال بالماوس. يبقى هو هيمسك في النقطة ديت ويبدأ يشتغل من عندها. بعد كده هقول له اتحرك يمين اتحرك يمين مية. اتحرك يمين مية. يبقى انا لو بصيت عندي هتلاقي الماوس عندي بيتحرك في كل الزوايا وفي كل الاتجاهات. ازاي اقدر اثبت الماوس بحيس انه يتحرك افقي ورقصي بس. في عندي هنا تحت في الطول بار. ريستريكت كوريزور او سو جنالي. يبقى انا هتحرك لو انا فتحت الزرار دا او اتكيت عليه فعالته. يبقى انا هتحرك افقي او رقصي بس بزوايا قيمة. مش هقدر اتحرك بطريقة ميلة. تمام? يبقى دا بيفعل لي الاورثورنال. اقدر بطريقة تانية اشغاله عن طريق الايه? اف تمانية. لو انا اتكيت اف تمانية يبقى انا بفعله. لو انا اتكيت اف تمانية انا بفعله او بطفيه من خلال اف اف تمانية. يبقى اف تمانية عندي. بتفعل او كده. فانا في خلال شوق دي انا مفعله دلوقتي. فهقوله تاني امر هيقول لي هقوله ابدأ من النقطة دي. هيتحرك ناحية اليمين. وهنا اخد بتاعتي. احنا قلنا يعني كروس هير طبعا. اللي هو اتجاه اللي هو الماوس نفسه. حركه يمين. واقول له متين. كده خلاص. رسم لي خط طوله متين في الاتجاه الافقي. لو احنا لاحزنا هنلاقي ان الامر بتاع لاين مكمل معانا. ما زال احنا جوه لسه الامر. طالما احنا لسه جوه الامر. يبقى انا ممكن اقول له اطلع لفوق كده. واديني مية لفوق. يبقى انا كده رسم لي بردك خط طوله مية لفوق. يبقى انا بدأت من النقطة دي. مشيت كده متين. وطلعت لفوق مية. مجرد ان انا اروح شمال واقول له متين. هيرسم لي خط شمال متين. الكوريزور هنا في النقطة ده هيت. بعد كده لو انا هنزل هقفل مع النقطة دي ممكن اقول له كلوز. اللي هي اختصارها معناها انه هينهي الامر. ويقفل عند اول نقطة انا بدأت عندها الرسم. تمام? اظن مفهومة? ولا في حاجة صعبة? ياريت الناس زي ما قلت تفتح البرنامج وتبدأ تشتغل معايا طول ما بتتفرج على الفيديو او بعد الفيديو تطبق اللي انا قلته عشان يبقى سهل عليها. انا مسحت كله وهبدأ اعمل الامر تاني بشكل بسيط عشان الناس كلها تفهموا ويتبقى مستوعباه بسهولة. انا قلت امر لين ال انتر. هبدأ من اي نقطة اعمل كليك شمال بالماوس. اروح يمين اكتب متين. اطلع لفوق واكتب مية. اروح شمال واكتب متين. وفي الاخر اكتب سي. كلوز. سي يعني كلوز دي. انا هالي الامر. وطلع من الامر اهو خلاص. ورسم لي مستطيل. مشي يمين متين. فوق مية. شمال متين. وعمل كلوز عند النقطة دي. وبكده اكون رسمت مربع او مستطيل. انا ان شاء الله نكمل معانا بعد ما اقفنا او رسمنا المستطيل دوت بامر لين. هنقدر نكمل بامر لين. بحيس ان احنا هنديله لين. احنا لو عايزين نكرر الامر اخر امر احنا كتبناه لين. كنا اخر امر كتبينه لين. يبقى نتكة مسترة بس او انتر بس. هيكرر لي الامر بتاع لين. هتلاقيه مسك امر لاين تاني. انا هقول له انا عايز اعمل خط من النقطة دي للنقطة دي. فلو احنا جينا بصينا اول ما باجي عند النقطة دي هيه. بيعمل لي علامة خضرة ويكتب لي ايه? يكتب لي اند بوينت. وهنا هيعمل لي علامة خضرة ويكتب لي اند بوينت. يبقى كده بيسهل علي طريقة اختيار اختيار النقطة البداية والنهاية. يبقى انا اقدر من النقطة دي اقول له كليك شمال. يبقى انا هارسم الخط من النقطة ديت. وهاطلع فوق في النقطة بتاعت الاند بوينت. والتكة كليك شمال تاني. يبقى انا بالطريقة دي اقدر ارسم خط من النقطة دي للنقطة دي بسهولة. طيب تمام? تعال نرسم خط تاني من منتصف الخط ده لمنتصف الخط ده. فانا هجي اقول له لاين تاني. انتر. وهقول له انا عايز ارسمه من نقطة المنتصف. فانا مجرد ان انا جيت في المنتصف بتاع الخط كده ووقفت من غير اي حاجة هيعمل لي علامة مسلس. ويكتب لي عليها ميت بوينت. يعني معناها ان ده نقطة النص بتاعت الخط. السنتر بتاع الخط. يبقى انا هاتكة. كليك شمال. واطلع لفوق. واقف عند الميت بوينت بتاعت الخط اللي فوق. واتكة كليك شمال. واتكة انتر. انتر هتنهي معي الامر انتر او مصطرة هتنهي معي الامر بتاع اللاي. تمام? فيه ناس هتيجي تقول لي وتعلق ان هو اما باجي عند نقطة المنتصف مثلا بتاعت الخط هنا ما بيشوفش العلامة المسلس دي. اقول له هنا يبقى انت لازم تنزل تحت في شريط الادوات تفعل حاجة اسمها الوبجيكت سناب. الوبجيكت سناب ديت اللي هي بتتفعل باف تلاتة يبقى احنا خدنا هنا في شريط دوت الاف سبعة والاف تمانية والاف ايه الاف تلاتة. الاف ما بيمسكش في النقط اللي احنا كنا قيلين عليها خالص. يبقى احنا هنيجي نشغل الوبجيكت سناب دي بقى شغال معانا. هنشوف النقط بيمسكها. نقط البداية. نقط النهاية. نقط الميد بوينت. نقط السناتر بتاعة الدواير. هتلاقي كل ده مفاعل عندي. طب لو انا في حاجات عايزة فعلها وفي حاجات مش عايزة فعلها. هتلاقي جنب الوبجيكت سناب فيه سهم. السهم ده هتتك عليه بالماوس كليك الشمال. وتدخل اوبجيكت سناب سيتنج. زي ما انا ما بعمل بالزبط كده. الوبجيكت سناب هتلاقيها عندي كلها مفعالة هي. سلكت اول او كلير اول. كلير اول يبقى مش هيختار اي حاجة. سلكت اول يبقى انا هيختار الاند بوينت هيختار الميد بوينت هيختار سناتر هيختار جيومتريك سنتر هيختار كل اللي متعلم عليه او اللي معمول عليه تشيك في المربعات ديت. يبقى انا هقول له سلكت اول. ابقى دايما على الواخد بالي ان الوبجيكت سناب شغال. وان معمول سلكت اول لكل ايه? لتشيك بوكس دي. واقول له اوكي. يبقى انا كده خلاص. فهمنا امر لاين. قدرنا نختار لاين بدايته ونهايته منين النقط اللي هشتغل عليها. وقلنا ان ده البكرة بتاعة الماوس اللي هي السكرول. السكرول دي بتقرب للصورة وبمعادها بتعمل زوم ان وزوم اوت. وده مهم جدا اثناء الشغل. عشان مايصعبش علي الشغل. ويخلي الشغل اسهل. اظن اظن كده فهمنا خلاص امر لاين. وبدأنا نتعامل به. وياريت هنحط تحت. هنحط تحت في الكومنتات ملف بي دي اف. الناس تجرب ترسمه. عشان ده هيسهل عليها التعامل مع الاوتوكات خطوة بخطوة. دلوقتي احنا خدنا امر لاين بس. احنا بعد كده هنكشف اوامر اصعب. ونبدأ نحط دواير ونبدأ نحط كرفات ونحط مستطيلات. فالناس ما تتهش معنا. الناس بقى اول بقى اول بتطبق. عشان يبقى اللي جاي سهل عليهم. ارجو ان المحارة تكون فادتكم النهاردة. وشكرا وإلى اللقاء في المحارة الجاية. بازن الله.